الالغام وسيلة ارهاب حوثية لقتل المدنيين الابرياء تستخدمها الميليشيا المدعومة ايرانيا حال فرارها من اي منطقة حيث تقوم بسفخيخ الارض بمختلف الاحجام والاصناف من المتفجرات حتى لا تعود الحياة الى طبيعتها وتعرض حياة كل المدنيين للموت مؤخرا اكتشفت هندسة القوات المشتركة حقل الغام جديد من مخلفات الميليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا اثناء عملها في تطهير منازل المواطنين في احدى المناطق المحررات حديثا جنوب مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة الجوات المشتركة التابعة بحقاظة جمهورية تطهير الاراضي الزراعية والاحياء السكنية نحن جاهدين على تأمين البلاد والعودة من اجل عودة المواطنين الى مزارعهم وقراءهم اكتشفوا شبكة الغام داخل منازل المواطنين في منطقة القضيبة جنوب الجراحي قاد الفريق الهندسي لاكتشاف حقل الغام آخر في محيط القرية يمتد من الخبوط الى مزارع مواطنين وصولا الى داخل القرية على مساحة اكثر من 700 متر مربع ليباشر الفريق نزع وتفكيك تلك الالغام حقول الالغام التي يتم زرعها من قبل الميليشيا بطريقة تضمن تفخيخ المساحة المستهدفة بالكامل الامر الذي يوضح مدى اجرام هذه الجماعة الفرق الهندسي الخاص بالتعامل مع المتفجرات والالغام كانت قد اكتشفت مؤخرا شبكات للالغام زرعتها ميليشيا الحوثي داخل جامع ومدرسة ومنازل للمواطنين فضلا عن حقول من الالغام في المزارع جنوب وجنوب غرم مدينة حيس وجنوب الجراحي بينها حقل ألغام فردية محرمة دوليا يكفي لمخاكمة الميليشيا دوليا بموجب اتفاقية اوتاوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر